الدول الإنجليزي حلو الدول الإنجليزي ممتع الكرة حلوة منشستر سيتي النهاردة بيخسر قدام بريدفورد العمل مباراة كبيرة جدا قدام السيتي في وجود الدبابة البشرية اللي عنده كل الصفات البشرية والغير بشرية هالند النهاردة السيتي بيخسر عشان يسيب أرسنال يبتعد بالصدارة بعد فوزه على ويلفر هامتون أرسنال يبتعد بالصدارة بفارق خمس نقاط عن منشستر سيتي أداء رائع جدا من أرسنال أرسنال مفاجأة مفاجأة كبيرة والكل بيراهن إمتى أرسنال يسقط حتى في تريند كده عالمي يقولك إمتى الفيل يؤمن على الشجرة أرسنال لا يسقط أرسنال عامل موسم رائع أرسنال بالشكل المواسم العظيمة ليه وجيل الأحلام مع أرسنفينجر هذا الموسم بيقدم مستويات رائعة جدا مجموعة لعبين رائعين جدا أوديجرد ومارتينيلي وجيسوس وعدد كبير من اللعبين طبعا اللي على رأسهم وهيفضل على رأسهم محمد النني اللي كلنا دلوقتي متعاطفين معاه جدا تخيل لو محمد النني خد الدورة الإنجليزية يبقى عندنا محمد صلاح مصري خد الدورة الإنجليزية عندنا محمد النني مصري خد الدورة الإنجليزية فين الأيام دي إحنا ما كناش نحلم إحنا ما كناش نحلم إن يبقى فيه لعب مصري يبقى من الأربعة الكبار في الدورة الإنجليزية مبارح كان عندنا مصر عظيم محمد صلاح بيفوز بالدولة الإنجليزية مع ليفربول وان شاء الله بكرة يبقى عندنا مصر عظيم محمد النني يكسب الدولة مع أرسنان شالسي لسه كده كده بيعاني وأزمته أزمة كبيرة بس بيخسر النهاردة من نيوكاسل أحد أبرز المفاجآت في البريميال ليج هذا الموسم وليفربول النهاردة في مبارات تقلق نونز بيكسب ويخلي الأمور أحسن لليفربول ويخليه قرب شوية للمربع ذلك